اعلن الرئيس الروسي ان موسكو تتجاوز بهدوء ادغوط المستمرة من الخارج والمتمثلة في العقوبات مشيرا الى ان العقوبات الغربية ضد موسكو اضرهت بالاقتصاد الغربي قبل الاقتصاد الروسي اعلن وزير الدفاع الامريكي انه يتوقع ان تشن اوكرانيا هجوبا ضد القوات الروسية في الربيع مشيرا الى ان روسيا ترسل عددا من القوات الجديدة الى ساحة المعركة لكن العديد منهم غير مدربين وغير مجهزين دعو زير الخارجية الماجري الى وقف فوري لاطلاق النار في اوكرانيا واجراء مفاوضات في اقرب وقت لحل الازمة وقال عقب محادثات مع نظراته الفرنسية ان وجهة نظر بلادي تختلف عن الدول الاوروبية والتي تسعى الى دعم كييف لتأمين وضع عسكري افضل لها ما من شأنه تعزيز موقفها التفاوضية اعلن رئيس وزراء اليابان ان صواريخ توماهوك المجنحة التي تخطط اليابان لشرائها من الولايات المتحدة ستكون من احداث نسخة تتبتع بالقدرة على تفادي الاعتراض مشددا على ان امتلاك هذا النوع من الصواريخ يأتي لتلبية الحاجة الى زيادة القدرات الدفاعية لبلاده اعلن الامين العام للامم المتحدة انطوليو جوتيريش ان الامم المتحدة تستعد لاطلاق نداء انساني لتركيا بعد اطلاقها نداء انساني بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا مشيرة الى ان النداء سيغطي الاحتياجات الانسانية لمدة ثلاثة اشهر نفت الحكومة امكانية التلعب في منظومة المسابقة الخاصة بتعيين 30 الف معلم مشددا على ان المنظومة مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية تحول دون تدخل العنصر البشرية او اجراء اي تعديل في عملية الاختيار موضحا ان بوابة الوظائف الحكومية هي الآليات الوحيدة للتقديم في المسابقة استعرض وزير التنبوين تقريرا حول الاستعدادات لموسم بنجر السكر مشيرا الى ان المساحة المنزرعة هذا العام تبلغ نحو 620 الف فندان بنجر سكر بزيادة تصل الى 10 الف فندان عن العام الماضي لانتاج ما يصل الى مليون و800 الف طن سكر هذا العام موسيقى